اكيد كلنا شفنا فيلم دعاء الكرام لكن هل تتخيل حضرتك ان فاتن عمامة غيرت في النهاية اللي كتبها عميد الادب العربي طاه حسين من فضلك وبعد اللايك والشير هسمعك الحكاية دي صورة للبيت اللي تمت فيه احداث الرواية اللي كتبها عميد الادب العربي طاه حسين اهداله عالم اثار مصري اسمه الدكتور سامي جبرة لعميد الادب العربي اللي اعتبرها استراحة يقيم فيها لما يزور المينيا المكان اللي اتولد فيه القرية اللي موجود فيها البدة اسمها تونة الجبل وما زال قائما بحالته دي استوحى الدكتور طاه حسين احداث الرواية في البدة وكتبه بناء على احداث حقيقية تمت في قريته مغيخ والفيلم ده لما جاه هنري بركات يخرجه اصر ان هو يصور الفيلم في نفس البيت اللي كتب فيه الدكتور طاه حسين الحقيقة ان دعاء الكروان كان موجود كرمزية للاحداث المأساوية اللي كانت مصاحبة للفيلم والمعروف ان الفنانة فاتن حمامة ارتقط تغيير نهاية الفيلم لان نهاية الفيلم حسب رواية بتقول ان المهندس الزراعي هيتزوج الفتاة الصعيدية وغيرت وكان رأيها اصوب وتحمس لهذه النهاية عميد الادب العربي الفيلم ده حصل على جائزة لم يحصل على جائزة الحقيقة انما نافس على جائزة الدب القطبي في مهرجان بالليل ولما عرض في اوسكار اترشح لافضل فيلم اجنبي وقال عنه نجيب محفوظ رحمة الله عليه وعلى اداء فاتن حمامة فيه انه كان شيء رائع ورهيب واحتل مركز متقدم في قائمة افضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية اشتركوا في القناة